عنيجي نهو بإذن الله لآخر نقطة بالنسبة لي وهي آخر تركية ودي ناسية مقوي بتسأل عليها وهي تحويل إحداثي نقطة من درجات ودعاق وسواني اللي هو النظام الستيني إلى النظام المتري أنا سبق وشرحت وقلت إن إزاي أحول من النظام المتري إلى النظام الستيني من الـ UTM إلى نظام الـ Geographic System ودلوقتي بأمر اللي هصار مع حضراتكو إزاي نعمل إلى عكس إن أنا أحول من الـ Geographic System إلى الـ UTM فأنا ينهو بأمر اللي عمل شيت XL جاهز والشيت XL ده على فكرة أنا مستخرجه من السبل سري دي وبأمر اللي هستعرض لحضراتكو الكلام من ده بإذن الله في الدورة الكاملة من البداية حتى الإحتراق طبعاً النقاط دي أنا مستخرجها إستينج ونورسنج ولونج تيود ولاتي تيود مع بعضيهم وهنا أنا فاصل الكلام ده وأعرفكو بأمر الليه ليه طب أنا الإحداثات دي على فكرة ما أنا عندي في الموقع فخلاص أنا عرفتوكو الموقع عندي UTM WGS 1984 نظام 36 نورس تمام؟ أنا ليه فاصل النقاط دي؟ فاصلها لأن السبل عشان يقدر يستقبل ملف لات عند لونجا أو لونجا عند لات لازم أول حاجة تبقى اللوحة تبقى projection تبقى معرفة بالنظام الإحداثيات تاني حاجة عشان يقدر يستقبل ملف ده هو بيستقبلها عن طريق ثلاث حاجات يأما ملف عبارة عن درجات ودقائق وسواني والفاصل ما بينهم كمع عادي أو اللي هي هتبقى عبارة عن degree minute second degree minute second هتاخد في اللونج degree longitude وsecond longitude وقصدي أنا آسف وminute longitude وsecond longitude وكذلك الأمر في اللات طب ممكن إيه الصيغة تانية اللي يقبلها إنه هو يقبل حاجة تسمى بيه الداشت الداشت ده عبارة عن أنا بدل ما هيبقى ده الفاصل ما بينهم كمع هيبقى الفاصل ما بينهم داشت كده لها 30 شرطة 3 شرطة رقم بتاع السواني طب الطريقة الثالثة اللي بيقبلها السبل وهي حاجة ما تسمى بيه الدرجات العشرية والدرجات العشرية دي طبعا بتبقى عندي جهزة أنا برضو أقدر استخرجها من السبل أنا مش أحسب حاجة ولكن أنا عقولها كمعلومة بإذن الله تفيد الناس أنا عندي الدرجة إيه هي الدرجات العشرية اللي هي ما تسمى بالديسي ميلا دي جري اللي هي عبارة عن إيه عبارة عن أنا عايزة حول الدقايق والسواني دي إلى درجات عشرية طب أنا عندي الدرجة فيها 60 دقيقة وعندي الدرجة فيها 3600 ثانية طب عشان أحول طبعا من كبير لزغير بضرب وعشان من زغير لكبير بأسم فأنا دقيقة عايزة حول الدقايق والسواني إلى درجات فأاخد التلاتة ده أقسمها على 60 وأاخد الرقم ده أقسمه على 3600 ولكن أنا بقولها من باب المعلومة ولكن أنا السبل بستخرج منه الكلام من ده بمنتهى السهولة طبعا فتعالوا نتفرج بأمر الله إزاي أقدر أقدي للسبل الملف ده وأبدأ بعد كده أشيك على الإحداثيات بتاعدي فأنا أخد الملف ده قدام حضرتكو كده أعمل كنترول وشفت وسهم المين كنترول وشفت سهم التحت وأاخده كوبي تمام وأبدأ أفتح إنه هو ملف تيكست عندي الملف تيكست عندي ده أسميه long and let وأنا متعمد عشان أاخد بالترتيب كده تبقى فعلاً long and let تمام وأبدأ أعمل كنترول بي وأبدأ أخد الفاصل اللي عندي ده أعمل منه كوبي وأجي من إيدت إنه هو أعمل ريبليس وأعمل إنه هو أبدللي المسافة دي بالكومة عندي وأعمل ريبليس قول وهدي كده أروح أخد الملف ده أعمل له سيف تمام أروح إنه هو عندي في السبل في السبل أنا أفتح صفحتين إيه هم الصفحتين بالنسبة لي صفحة منهم عبارة عن النقاط اللي كانت عندي دي لو فاكرين الملف بتاعي ده لا ما جاهدش النقاط دي أنا آسف أنا عايز أعمل من النقاط دي هاخدها عندي كده هو الست والنورس أنا آسف هاخد الست والنورس دول بالنسبة لي Ctrl و Shift وسامل تحت هاخدهم كوبي كده هو هاجي عليهم في ملف إنه هو فادي وأعمل بيست تمام هاجي أقف إنه هو هعمل دابل كليك عشان نسفاتوا معي ومين كونكاتينيت هاخد الست هاخد ده كومة وهاخد ده النورس وعدوس أوكي فابدأ أعمل دابل كليك هاخد ده Ctrl C وابدأ أحطه مثلا في ملف New Text Document ده واعمل Ctrl V واعمل C ليه أنا بعمل كده عشان أوريكم اللقاط عشان نبدأ نشايك مع بعض بإذن الله فابدأ فتحت صفحة جديدة هعمل من Insert من Point From File طبعا أنا بقول بسرعة عشان الكلام من ده تشرح ياما فااخد No New Text Document ده كده ملف ال-E ال-N وال-Z بالنسبة لي عادي تمام؟ وابدأ أعمل Zoom Extent وابدأ أصغر Scale بالنسبة لي خليه واحد مثلا كده هو لمقه 50 ونعمل له مثلا Rectangular هنا هو عشان هما دول مثلا وليكن النقطتين اللي احنا عنش هيكوا حليهم تمام؟ تمام ابدأ أفتح صفحة جديدة تانية والصفحة دي اللي هتخلها ملف اللونج أند لات ولكن عشان أقدر أعمل الكلام من ده قلنا لازم تبقى الروحة أول حاجة معرفة فابدأ أعمل Edit Drone Setting وهعرفها زي ما قلنا بالWGS UTM WGS 1984 وقلت لكم أنا موجود في 36 نورس 36 نورس وابدأ أعمل Abloy أوكي طب دلات أنا عايز أجهز الملف اللي عبدأ ملف السيفل ده يستقبله فأنا لو جبت لنا من Insert وعملت Point From File وجيت قلت له أنا عايز ملف اللونج أند لات طبعاً السيغة دي غلطة ومش E, N, Z فلازم أبدأ أعمل E أعدل فأبدأ أدوس على القلم الرصاص بالنسبة لي وأخذ مثلاً E, N, Z هعمل منه كوبي وهسميه LONG AND LAT والفاصل ما بينه كوبي كمام؟ طبعاً أنا مفيش عندي Exting طبعاً أنا قلت عندي أول حاجة Degree Longitude فأبدأ أختار Degree Longitude وأبدأ أدوس أوكي وفي النورسنجين هو هاختار بدل قصدي النورسنج هاختار Minute Longitude نفس ترتيب شيت الExcel اللي بالنسبة لي وهنا هاختار Second Longitude وهنا طبعاً أنتو عارفين درجات والدقائية ملايش أرقام عشرية ولكن السواني بيبقى ليه وهنا هعمل أقصى رقم مثلاً وليكن 8 وعبدأ أدوس أوكي يبقى أنا كده عملت بالنسبة لي الشيك الأول تعالي نقبره دي قدام مني كده هو عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم يبقى أنا كده عملت الشيك الأولاني اللي هو عبارة عن دي جري لونك ديوت منت لونك ديوت سكند لونك ديوت هابدأ أعمل الشيك التاني وهو عبارة عن هتبقى إيه هتبقى الدجري لاتي ديوت وهنا هايبقى عبارة عن المنت لاتي ديوت وهنا عبارة عن السكند لاتي ديوت وعخلي البرسيجن ثمان أرقام بعد العلامة عشان تديني بالنسبة لي أعلى طبقة في عملية التحويل وعبدأ أدوس أوكي وأدوس عليه دابل كليك عشان هو اللي يتفعل بالنسبة لي هتبدأ تحمل معي ويقول لي هو عبدأ الملف ده معاك عبدأ أقول له أوكي وأعمل زوم إكسيتينت علاء النقطة ظهرت قدام مني عبدأ أقل للسكيل بتاعي وقول نحنا عنش هيكه على النقطة تين دول فأنا لو مساكت النقطة تين دول كده بالنسبة لي لو مساكت النقطة دي وجيت شفتها في الإيدت بوينت لست ألاقي إن هي نزلة باللونك ديوت ووجيت هنا بسيت على الإحداث على إيه 888 مع 811 وجيت بسيت على الملف ده وأخدت النقطة دي 888 مع 811 وجيت في الإيدت بوينت لست وبسيت عليها طبعا هنا مش هتلاقي زهر ولا لونك ديوت ولا لات ديوت لأن اللوحة غير معرفة وده اللي بقول لك عنه لازم اللوحة تبقى معرفة نرى و بسيت قلنا 888 مع 111 العملية طالعة بمنتهى الدقة تعال نشوفه نقطة تانية النقطة التانية عبارة عندي عن 12 مع 40 ونص لو جيت بسيت عليها عليها بإذن الله 12 مع 40 ونص 12 مع 40 ونص طبعا كده يبقى بإذن الله ختمنا الفيديو بتاعنا وقلتلكم معلومات مفيدة أتمنى منكم مشاركة الفيديو والدعاء بالتوفيق والسداد وانتظروني بكرة بإذن الله في بإذن الله فيديو محترم جدا عن تصميم مشروع طرق من البداية إلى النهاية وهذا الطريق يحتوي على جزيرة وسطية وراوند أبود وتقطعات ياما وبإذن الله ربنا يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته